دعاية رئيس عام الرهباني الأنطوني المارونية الأباتي مارون أبو جودي وحضوره افتتح المعهد الفني الأنطوني في منطقة الدكواني معرضه الثالث بمناسبة السنة العاشرة على تأسيسه في حضور مدير المعهد الأب الأنطوني شرب البعبود العميد علي كونسو ممثلا قائد الجيش اللبناني العميد فرانسوار شوان ممثلا مدير عنق والأمن الداخلي العميد الركن كليمون سعد مدير المخابرات في جبل لبنان الأخوات الرهبات الساتذة المعهد وفعاليات المحطة الأولى من حفل افتتاح المعرض كانت في كابيلا ماروحانة الكائنة في المعهد وبعد النشيد الوطني القتل أنسا لم يدويه كلمة ترحيب وتعريف قالت فيها مسى الآب خالق الجمال والابن منبع الجمال والروح محي ومجدد الجمال مسى الحضور الجميل الحاضر معنا اليوم لافتتاح معرضنا المشع بالجمال نرحب بكم في هذا المعرض الذي أكمى تحت إشراف السيدة ريتة نصر وبإدارة وبأنامل سيدات وجدوا بالأجغال اليدوية مجالا للتعبير عن ذاتهم بعد ذلك جرى عرض فيلم وثائقي عن نشاطات المعهد العابق بالجمال المنفتح على كل جديد والحاضن للمواهب والمشجع إليها وأعقبت الفيلم كلمة تلاها الأبشر بالبعبود جاء فيها بينما تقرع طبول الحرب وسفرات الإنزار تنظر بالأسوأ وفيما تنهار القيم والأخلاق العامة وفيما تغيب الشفافية والمحبة يواصل المعهد الفن الأنطوني نثر الفن عبيرا في وطن الرسالة لبنان بعد ذلك تم عرض فيلم سطر عمل مدرية التوجيه من قلب الحدث لا سيما أن ثمرت هذا المعرض مهدات إلى شهداء مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء إلى الجيش الذي حقق انتصارا باهرا في معركة فجر الجروت مقابل ذلك رست المحطة الثانية من حفل الافتتاح عند جولة جال بها الحاضرون على أرجاء المعرض وذلك بعد قص شريط الافتتاح وعلى وقع أنغام الموسيقى التي تعانق الفن والتراث أبحر الحاضرون في عمق أكثر من 300 قطعة فنية من الليموج والأشغال اليدوية والحرفية من إنتاج سيدات المعهد إلى جانب ذلك رصدت للوميار باقة من اللقاءات التي أكدت أن هذا المعرض يهدف إلى نشر الثقافة الفنية في لبنان وإلى تعزيز العمل اليدوي والمهني والحرفي وتشجيع المواهب الشابة على الإنتاج والإبداع بالمعرض حتى في أشياء عاملين لإعادة تدوير مثل لاحظتم يمكن الأناني عم نضوبهم ونشتغل عليهم بيستعملون للسوشي بيستعملون للبزورات حتى الكراسي إذا انتبهتوا لمعتقة المكسرة يلي كانوا للكب عم نرجع من إحنا منستعملون منعتقون يعني ما في شي بالنسبة لإلنا ما في شي بين كب اشتركوا في القناة